شهادتان مهنيتان يتقدم لهم التلاميذ لأول مرة في ولاية تيرزمور عبر مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني 26 منهم يشاركون في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية كب فيما يشارك 22 في مسابقة شهادة تقني بيتي وهم الشهادتان التي كانت تتطلب المشاركة فيهما انتقال أبناء تيرزمور إلى مدن أخرى لمشاركة فيهما بعيدا عن أسرهم اليوم نحن قادمين على مسابقتين وطنيتين يقام بهم على مستوى ولاية تيرزمور لأول مرة وهم شهادة الكفاءة المهنية وشهادة التقني ليسمحوا لهذا الشباب في حال تجاوزهم بأنهم يدخلوا سوق العمل وستستغرق المسابقتين أسبوعا على أن يخصص يومان من الأسبوع للتطبيق المتعلق بالتخصص والتطبيق الخاص بالمجال المعلوماتي وتكون المدرسة التلابيذ لمدة سنتين على تخصصين رئيسيين هما الكهرباء المنزلية والكهرباء الصناعية التلاميذ المشاركون في المسابقتين يعبروا عن ارتياحهم لمشاريات الامتحان امتحان اليوم إن شاء الله زين كانت بداية نعلين العربية ومادة جيدة الحمد لله وكانت تلبطها لك الفرنسي يوم في مجالة نمت عدد الكاب هنا تياه مشارة لجواء كان زينة والامتحان هوين بس يضل الحمد لله الرقابة ومادة زينة كان متناول لجميع الحمد لله لكن اليوم عندنا مواد رياضية الفيزية والحمد لله كانوا جميع ما تناولنا خلال السنة الدراسية ونشكر للسعادة لطلاقهم الدراسي على البرنامج كما تناول الجميع وبهذه المناسبة أدى والي تيرزا مورسيد سلمورسيد زيارة ميدانية لبركز الامتحان حيث اطلع على ظروف سيري وتلقى شروحا من المسؤولين في المدرسة عن خصائص امتحانات هذه السنة وطريقة العمل المتبعة من أجل ضمان الشفافية وتساوي الهرص بين التلامذ المشاركين يجري تلامذة مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني هنا في مدينة زورات هذه الامتحانات وكلهم أمل في النجاح في هاتين المسابقتين علهم يجدون فرصة للولوج إلى سوق العمل سيد أحمد بوكر سيري من داخل مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني في زورات الموريتانية وفي موضوع متصل انطلق تمس بمدينة النعمة امتحانات اختتام الدروس في شهادة تقني وشهادة الكفاءة المهنية في مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بولايات الحوض الشرقية يشارك في هذا الامتحان هذا العام أزيد من مئة طالب في عدة تخصصات مهنية مئة وسبعة وعشرون تلميذة بمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بمدينة النعمة يشاركون في الامتحانات النهائية في تخصص السكرتيريا والمعلوماتية وتخصص الكفاءة المهنية في تخصصات الخياطة والتبريد والكهرباء والسباكة وميكانيكي السيارات إن شاء الله المتحان اليوم زين وظروفه إن شاء الله زين إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التوحيق جميع الطلاب إن شاء الله الحمد لله المتحان زين وبمورة ما شاء الله جيدة وكانت ما شاء الله مواد سهلة ومنطقية وضمانا لسري الامتحانات على الوجه المطلوب فقد انتدبت وزارة التشغيل والتكوين المهني مبعوذا لرقابتها ومتابعتها جاينا ليش رابع للامتحان كانت الظروف اللي تسير بيه الامتحان كانت ظروف جيدة وذلك كانوا جميع اللوازن كانوا لقاعات في تمام الاستعداد لسير الامتحان كانوا مراقبين في ظروف جيدة في تمام الاستعداد وكانوا الورشات زادهم المواد اللازمة الورشات كانوا متوفرة وكان بداية الامتحان في ستاح الامتحان كان على ظروف جيدة وحسن الحمد لله وعملت دارة مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بالحوض الشرقي على توفير كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لنجاح المسابقة بدأنا اليوم امتحان شهارة الكفاءة المهنية سياب بي وامتحان التقني بيتي غضره الحمد لله جيدة وكنا متهيئين وجميع الأدوات كانت جاهزة والتخصصات التي عندنا العام بالنسبة للتقني عندنا 32 مترشح في شعبة سكرتاريا المعلوماتية بينما سياب بي لإجراءة الكفاءة المهنية عندنا خمس تخصصات مترشحين ذا العام مترشح فيهم 95 تلمية التخصصات التي عندنا ذا العام فيهم الامتحان هي الخياطة والتبريد والكهرباء المنزلية والسباكة وميكانيكا السيارات وسيتخرج بعض هؤلاء الطلاب المتسابقين من المدرسة بعد اجتيازهم للامتحان مزودين بالخبرات اللازمة التي ستمكنهم من ولوج سوق العمل الشاخ الأحميدي الموريتانية نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر